السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اضيف الحشوات اضيف الحشوات ان تخطي تخطي حشوات المعتمدات اللي دائما كاننا نوضع فيهم كفتاء او للحوم اليوم ان شاء الله هاتكون فقط الخضار ما غديش نديروا اللحوم نهائيا يعني حشو اقتصاد يجد ان اي دار موجود فيها البطاطا وما تيشاء البصلة يعني هاده هما الاساسيات اللي باش غدي نعمروا هاد هاد الميني بطبط وصدقوني يعني ما تقولوش هاد الحشوه كيفش غد جي هاده تجي لديده بزاف الله صدقوني يعني غير جربوها وما غد تندموش وكذلك يعني تقدرو تضيفو لها اضافات اخرى تقدرو مثلا إلا بغيتو الطون تزيدو مع هاد طون تواكي جي زوين يعني تزيدو مايونيز زي كتجي بها زوينة كذلك تقدرو يعني تديرو اي خضار كانت متوفرة عندكم تزيدو هاد الحشوه هاده مثلا تقدرو تقطعو يعني تحكو الخيار تحكو كذلك الجزار وتوضعوه وصفي كناخد البطاطا هكذا مبعد ما قطعتها مربعت كنديرها تسلق مع الماء وواحد شوية دين الملحة وصفي هنا مبعد ما قطعت البسلق كناخد البسلق كناخد البسلق كناخدها رقيقة بزاف وكناخد طعامة طيشة حتى هي رقيقة بزاف يعني كنشلدهم رقاق بزاف وكناخد هنا زيتون تهو حتى طيتو والبطاطا مبعد ما تسلقات وكناخد البيض هنا مبعد ما تسلق حتى هو كان قطعو مربعات كنضيف شوية زيتون كذلك شوية الإبزار وشوية الملحة هادهو ماء المكونات رئيسية باش غد نعمروا ان شاء الله هاد البطبوت يعني كما قلت لكم تقدروا تزيدوا في هاد الحشوة الطون ديال الزيت حتى هو كي يجيلدي تصفيهم الزيت وديروه تقدروا تزيدوا مايونيز للا ما عندكمش نهائيا تقدروا تكتافيوا فقط باد الحشوة راكات جيلديدة بزاف من اروع ما يكون صدقوني ديك المازيجي اللي بسلق ومطيشة مع البطاطا والبيض كي يجي هائل هائل يعني في آخر لحظة تقدروا توجدوا هاد الحشوة وتعمرو بها البطبوت ديالكم وتحطوه وتعمرو بها الطبيلة ديالكم راكي يجيلديد بزاف هنا اخذت ذاك الخيط زوء او ذاك الجازر حكيتها طولي على شكل طولي وطهية غدي نزين بها يعني كنحطها في الفوق باش كتعطيني ذاك المنظر زوين لما ابغيتوش يعني هاد الجازر وما ولداتكم ما كيبغيوش الجازر تقدروا تحكوه من الفوق الكاشير تقدروا تحكوه البيض مسلوق قدروا تديروا تحكوه فروماج وتحطوه يعني كما قلت لكم الاساس هو ذاك المكونات الاولى اللي درناه وانتو ما تفنوا بدكش اللي عندكم في الدار تفنوا ومشاء الله ومشاء الله را كل شي كعرف يدير الشهيوات كل شي تبارك الله قاع المرأة المغربية او العربية بصفة عامة كتفنن ما شاء الله تحط الشهيوات فتفنوا بالحف الحشوة اللي بغيتو فقط هادو من المكونات اللي درت هدي كاقتراح الحشوة بسيطة واقتصادية تقدروا تعمروها لشهر رمضان الكريم طفوها الشيوات الخرين اللي كان نوعو وكان نوعو في ان شاء الله في مائدة ديال افطر ديالنا وبصحة فتوركم كانتمنى يكون عجبكم هاد الاقتراح وما تنسوناش باللايكات واللي اول مرة كيشوفوا القناة كانتمنى انه يشترك في القناة وفارتاجوا الفيديو من العال الاهل والاحباب الى عجبكم طبيعة الحال الفيديو بصحة فتوركم والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله